يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية احتفالاً بذكرى الثلاثين من يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك ذلك تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية وأوضح التحالف أن هذه المبادرات بالفعل وأوضح التحالف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية فقط ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم في رفع جودة معيشتهم وأشار إلى أنه تم إطلاق خمس قوافل طبية تشمل أهم التخصصات الطبية وذلك في محافظات الدقاهلية والشرقية وبني سويف والفيوم وأسوان